روى إسرائيل على خط مواجهة من نوع آخر تصريحات هنا وأخرى هناك إسرائيل مسؤولة عن كارثة إنسانية تشهدها غزة رد مصري على اتهام إسرائيل بأن من تملك المفتاح لدخول المساعدة هي القاهرة التي أوضحت على لسان وزير خارجيتها أن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيطه هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات هناك تصريحات أخرى لمصادر مسؤولة تنسب للدولة المصرية بأنه سيتم التصعيد ستقوم مصر بتعليق اتفاقية السلام إذا قامت إسرائيل بالتمادي في دخول مدينة رفح وبالتالي المشهد ضبابي نبرة تهديل بين البلدين تتصاعد ولا أحد يعرف إلى أي شيء تقول تقارير لصحف غربية نقلت عن مسؤولين أن القاهرة تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال سحب السفير الخطوة تلك تأتي بعد إعلان مصر قبل أيام انضمامها إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى نفي القاهرة إجراءت صلاة مع الجانب الإسرائيلي وإلغاء اجتماعات كانت مقررة خلال الأيام الماضية القاهرة عندما تتجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الجهات المعنية أعتقد أن هذا من حقها وأعتقد أن القاهرة التصعيد سيكون تدريجيا والقاهرة ما زالت عند اتفاقيتها سواء كان في كامبي ديفيت أو غيرها على ضوء اتفاقية سلام وقعت عام 1979 بين مصر وإسرائيل شهدت العلاقات حالة استقرار شابها توطرا في مناسبات مختلفة أولها عندما سحبت مصر سفيرها من تل أبيب عام 1982 احتجاجا على اعتداء إسرائيلي للبنان قبل أن تستدعي سفيرها مرة أخرى عام 2002 اعتراضا على استخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين لكن اجتياح رفح قشة قسمت ظهر العلاقات بين مصر وإسرائيل لأكثر من 45 عاما ترفض مصر التنصيق أو التعاون مع الجانب الإسرائيلي بل وتحمله عواقب الاجتياح وتصعد من لهجتها الدبلوماسية والسياسية في ظل مخاوف إسرائيلية من تفاقم الأزمة كريم شيخ الغد احقا اشتركوا في القناة